العاصمة بغداد على أبواب كارثة بيئية كبيرة هذا ما حذر منه مجلس محافرة بغداد الذي وصفها بأنها باتت كحق لدواجن أي بغداد وأنها مرشحة لانهيار المنظومة التحتية الخدمية فيها وأكد أن أمارة بغداد باتت عاجزة تماما عن السيطرة على الأوضاع فيها عضو مجلس محافرة بغداد نزار سلطان قال إنه منذ ثمانية عشر عاما وحتى اليوم لم تحدث أي مراجعة أو إعداد الدراسة الاستشارية للتخطيط العمراني لبغداد وأكد أنه لا توجد مدينة في العالم يتأخر تحديثها العمراني لخمس سنوات متتالية كاشفا عن وجود أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في بغداد ومحيطها ضمن التصميم الأساسي للعاصمة تفتقد إلى خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي في حين توفر الحكومة كافة هذه الخدمات للمساكن العشوائية والتجاوزات المنتشرة في بغداد وبقية المحافظات وزارة التخطيط الحكومية بدورها أكدت في وقت سابق أن عدد تجمعات السكن العشوائي في العراق بلغت 3687 تجمعا عشوائيا يسكنها 3 ملايين و300 ألف نسمة احتلت بغداد مرتبة الصدار فيها بواقع ألف منطقة عشوائية فيما حذر مراقبون من أن العشوائيات السكنية باتت تؤدي إلى إضرار كثيرة منها خلق بيئة واهنة متداعية وغير صحية بالإضافة إلى تشويه معالم وشكل العاصمة من ناحية التخطيط الحضاري كما أسهم السنوات الفوضى الأمنية وسوء الإدارة الحكومية في العراق بعد العام 2003 في تفاقم أزمة العشوائيات مع استمرار زحف مئات الآلاف من الأسر الفقيرة نحو أبنية حكومية ومقرات عسكرية متروكة وأراضي زراعية وسط عجز حكومي عن إيجاد الحلول البديلة والجدية لإزالة العشوائيات السكنية وتوفير السكن اللائق لشريحة واسعة من العراقيين شكرا